السيدات والسادة أسعد الله أوقاتكم بكل خير أهلا مرحبا بكم وحلقة جديدة في برنامجنا الإنسان والإيمان أعزائي المشاهدين الإنسان بحاجة مستمرة إلى إعادة بناء نفسه وشخصيته كما بيهتم الإنسان في كل مرحلة من مراحل حياته بإعادة بناء جسده واحتياجاته أيضا من النواحي المهمة لإعادة بناء الإنسان مفاهيمه وما رسخ في ذهنه من أشياء كثيرة بيكون في كل وقت ضروري أنه يكون في إعادة بناء للشخصية والبرنامج يتطرق دائما لقضايا في أهدافها الأولى والأخيرة هي الاهتمام بالإنسان وإعادة بنائه وتكوينه بشكل يلقى بإنسانيته عزا مشاهدين في قضياتنا الليلة سنتعرض لقضية مفهوم الإيمان وهي واحدة من القضايا التي شغلت بال الكثيرين على مدى عقود وسنوات طويلة وهذا المفهوم أيضا بحاجة مستمرة لإعادة الفهم والشرح والتوضيح في كل فترة من فترات التاريخ لأنه هناك أجيال كثيرة بحاجة للمعرفة والتعليم وإعادة البناء أعزاء مشاهدين اسمحوا لي في بداية الحلقة أن أرحب بنيافة الأسقف الدكتور الأنبا مكسيموس أهلا معك نيافة أهلا بجنابك دكتور وبكل المشاهدين أهلا بيكم نيافة الأنبا هل تتفق معي في أن مفهوم الإيمان قضية بتحتاج إلى إعادة النظر فيها في كل حقبة تاريخية وفي كل فترة لإحتياجات كثير من البشر لمعرفة هذه النوع من القضايا بالتأكيد ما يؤمن به الإنسان هو ما يوجهه وما يحركه ومن ثم فإذا كان الإنسان عنده إيمان بالله وعلاقة مع الله يبقى حياته حتبقى ماشية في نسق رعاية الله والتعامل مع الله أما إذا كان يعني علاقته بالله مكسورة أو لا يوجد إيمان من أساسه ما فيش ما هو ما هو الله يعني ما فيش القوة الأعظم التي تحميه يعني هو شاي الحمل نفسه لوحده إذا كان الإنسان يبقى عايش بهذا الشكل وبهذا المنطق إنه هو شاي الحمل نفسه لوحده في مواجهة الظروف ومضادات الحياة والاحتمالات وما عندوش قوة أكبر منه بتحميه إذا فكر الإنسان بهذا المنطق ولم يكن عنده هذا الإيمان أظن إنه موقفه حيبقى عصيب شوي شكرا لنيافة الأنبة الحقيقة ده بيشجعنا على أنه نبدأ مباشرة في توجيه عدد من الأسئلة وأيضا هناك أشياء بحاجة إلى التوضيح وحبدأ بمقولة لأحد الأباء الأوائل بيقول أن الإيمان والكفر وجهان العملة واحدة وعدم الإيمان بما ورد في الكتب المقدسة يعد كفرا هي المسألة ليست إيمان وكفر هي المسألة أنه اللي بيأكل على درسه بينفع نفسه أن الإيمان هو بركة للمؤمن وأن غير المؤمن يفقد ويفتقد هذه البركات التي يجلبها الإيمان فالمسألة ليست إنه إيمانا وكفرا ولكن المسألة أن الإيمان يجلب نوع من العلاقة والبركة يفقدها أو يفتقدها الإنسان إذا فقد هذا الإيمان إذا ما عندوش إيمان خلاص رحت عليه هذه البركات نعم هناك تساؤل آخر نفت الأمة مكسيموس بيقول هل الإيمان شيء من الممكن أن نشاهده بالعين فقط أم يجب أيضا أن يصدقه العقل هو طبعا كلمة إيمان معناها يعني التصديق تحول إلى قناعة داخلية يعني تعبير الإيمان في حد ذاته هو تعبير عن قناعة ورؤية وفهم واستعاب وإحاطة بالموقف من جميع الجوانب إلى حد أن هذه القناعة صارت عميقة في كياد الإنسان وهذا هو الإيمان يعني الإيمان هو بلوغ القناعة إلى أقصى مدى هناك تساؤل آخر بيقول طيب وهل رؤية الآخرين وتقدرهم وقناعتهم هل تكفي لباقي البشر أن يصدقوها الأمر يخص أدوات كل واحد في الاقتناع وما يقنعني ليس هو بالضبط ما يقنعك الأمر مرتبط بأن أصل إلى ما يسبب القناعة للعقل فما هي أدوات اقتناع عقلك هي التي ينبغي أن آتي بها إليك البعض بيرى أنه يعني في المرحلة اللي هيحصل فيها منقشة ما بين أصحاب الرؤى ومحاولة إقناع الأطراف هذه المرحلة بينتبها كثير من الشك والتساؤل فهنا أصحاب الرؤى من الممكن أنهم يوجهوا يعني سهامهم وشكوكهم للآخرين لعدم تصديقهم يعني لأنهم وعايزين الناس تآمن بما قالوه من أول مرة يعني مفيش إتاحة ليه الفرصة والوقت ليه منعشة الأفكار لا لابد من منعشة الأفكار طول الوقت لابد من الحوار والإحتجاج والبرهان طول الوقت ولابد أن يتسلح أصحاب الرؤى بمهمة البرهانة والإقناع والإثبات لما يبشرون به طول الوقت نعم نعم ده جميل في حد بيسأل حضرتك بيقول أليس من حق البشرية في كل مرحلة زمنية أن تراجع المفاهيم السابقة لإيمان ويحق لها أن تقبل تقبل أو ترفض هذه المفاهيم بالتأكيد طبعا من حق البشرية أن تراجع ومن حق القائمين على أو من واجب القائمين على الحياة الدينية أن يراجعوا المناهج الروحية اللي بيقودوا بها شعوبهم وبيقودوا بها ناسهم لمراجعة العلاقة والطريق إلى الله وهل هم يعني مشيين في الطريق إلى الله صح وهل هم قادرين يقودوا شعوبهم ونسهم إلى الله وهل فعلا أنجزوا في صنع هذه العلاقة بين الإنسان والله أم لا نعم نعم وهنا هيشجعنا أن احنا نروح لمنطقة أخرى في الأسئلة ويراها البعض أنها يعني في زمام الأسئلة الشائكة وحد بيقول هل يمكن تجزئة الإيمان إلى عقائد أم لابد من قبول الإيمان جملة وتفصيلا بمعنى هل يحق للإنسان أن يؤمن بشيء ويرفض أشياء أخرى لا تتوافق مع عقله في مفهوم الإيمان وهو في النهاية الإيمان هو ما استقر في في أعماق نفسه سواء أكان هذا جزء أو كل فهذا هو إيمانه فهل هو آمن بكل الأفكار التي طرحت عليه أو آمن ببعضها دي حاجة راجعة لقناعته آآ ما فيش حاجة تفرض على الإنسان أن آآ آآ لازم ي آآ يتناول كل الأفكار ويقتنع بها كلها مرة واحدة ما فيش حاجة تفرض عليه كده ثم أنه من حق اللي بيسمع آآ أن يقبل جزء من الكلام ويعترض على جزء آخر أو آآ أو آآ يتأخر إيمانه بجزء آخر لا يوجد ما يمنع لا يوجد ما يمنع من قبول الإنسان بمفاهيم في رحلة إيمانه ويرفض مفاهيم أخرى طرحت عليه وقبلها آخرين وآمنوا بها أفهم كده من حضرتك آآ أظن أظن أنه آآ مراجعة المفاهيم آمر حتمي آآ ولا يمكن أن نكتفي بأن ما آمن به اللي سبقونا إحنا ملتزمين به وعايزين نآمن به زيهم وإلا آآ نحن آآ خرجنا خارج الإيمان أو آآ أو كفرنا بالإيمان هذه هذه مناهج غير عقلية وغير منطقية في التفكير ولم تعود تناسب أهل هذا العصر آآ نعم لابد من إعادة الفهم وإعادة التفكير آآ في كل شيء وإعادة فهم ما هو الإيمان وإعادة استعاب ما هي حقيقة الإيمان وما هي جدوى الإيمان وليه بنؤمن وماذا أفاد الإيمان أهل الإيمان وهكذا كل هذه الأمور لابد من آآ دراستها آآ الإجابة عليها آآ وبعدين عشان نقدر نقول إن في إيمان آآ أو ما فيش إيمان أو إيه الفائدة منه نعم آآ إذن حضرتك يعني بتشوف هل هناك متغير وثابت في مفهوم الإيمان هناك نعم متغيرات وهناك ثوابت في الإيمان نعم آآ يعني الثوابت هي الإيمان بالله مثلا مثلا آآ ما فيش احتمالات تانية بغير الإيمان بالله آآ الله موجود سواء آآ قابل المؤمنين أو أهملوا الفكرة الله موجود آآ وهو ضابط الكون آآ هذه ثابتة لا مفر منها ولكن هناك كمية كبيرة من المتغيرات آآ كيف يمكن أن أتعامل مع الله يعني حقيقة وجود الله حقيقة ثابتة لكن المتغير هنا هو موقفي من هذه الحقيقة تفاعلي مع حقيقة وجود الله وتفاعلي معه وتفاعلي معي نعم 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 البعض بيرى أنه روح الله لا تتوقف عن العمل والإلهام على مر الأجيال والعصور وإذا كان الأمر كذلك فقضية الإيمان ومفاهيم الإيمان لا يجب أن تكون سابتة وعلى سبيل المثال فنحن لدينا الأب جورج شحاتة قنواتي والأب متة المسكين وأفكارهم في هذه المنطقة تحديدا هل تتوافق حضرتك مع هذه المقولة لا شك أن أن روح الله يعمل في الخليقة وروح الله يعمل في كل الكائنات حتى يعني ينقل حياة الله إلى هذه الكائنات كلها ولا شك أن عمل روح الله المستمر هو باعث على تجدد فكر الإنسان وتفاعله المتجدد معه طالما هو ما يعمل بطريقة متجددة في الإنسان وبين الإنسان والله البعض بعت بيسأل حضرتك على رسالة بولوس العبرانين 11 17 بيقول في الإيمان مات أولئك كلهم غير حاصلين على المواعيد بل ناظرين إليها من بعيد لا إحنا كده يعني بنتكلم عن تعريف آخر للإيمان يعني إحنا الوقت عايزين نقول أنه في فرق بين الإيمان بالله اللي يؤسس لعلاقة مع الله هذه العلاقة مع الله بتأثر على حياتي ووجودي وفي فرق بين الإيمان بالوعود الله وعدني بها وأنا منتظر هذه الوعود فقد تأتي هذه الوعود غدا أو قد تأتي بعد غد ف الإيمان اللي بيتكلم عنه إنهم ماتوا والوعود ما تحققتش الوعود حققت في الجيل اللي بعديهم ف هذه الوعود الإيمانية هي بركات زمنية ارتبطت بأزمنة وأتت في تلك الأزمنة يعني عايزين نفرق بين الإيمان كحقيقة بتتكلم عن الوجود والعلاقة مع الله وبين الإيمانات بمواضيع أو وعود مجزأة في الحياة البعض بيسأل بيقول بما أن الإيمان لا يحدث دفعة واحدة في حياة البشر بل يأتي تدريجيا فهل يعني ذلك أن هناك مراحل في رحلة إيمان الإنسان تجعله يرفض ما سبق طبقا لمعرفته الجديدة وهكذا من الممكن أن الإنسان يغير من مفاهيمه و ومن الممكن أن يغير الإنسان في معتقداته و و من الطبيعي أن الإنسان ينمو في معرفة الله طول حياته لأنه إذا كان هو بينمو في معرفة الكون والأشياء المادية طول حياته فماذا بالأحرى عن علاقته بالله لابد أن تكون قابلة للنمو والاكتشاف طول حياته طيب نيافة الأمة مكسيموس يعني هنطرح على حضرتك مرسالة كورونسس واحد سبعة وعشرين و أراها لحضرتك وننتظر الإجابة ولكن بعض الفاصل الآية بتقول بل اختار الله جهال العالم يخزي الحكماء واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء واختار الله أدنياء العالم والمجدري وغير الموجود ليبطل الموجود يعني هنسمع الرد لحضرتك والتعقيب على ذلك ولكن بعد فاصل قصير أعزائي المشاهدين هنخرج لفاصل صغير ونعود لحضرتكم مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر